هبة جماهيرية، انتفاضة شعبية، أيًا كانت التسميات الثابت هو القضية وقضية الفلسطينيين تقف اليوم عند جدران الأقصى وتطاول إسرائيل جور إسرائيلي متجدد التصعيد الشعبي في مواجهته كان هذه المرة خيار حركة فتح أيضاً بمباركة رئيسها فتفاهمات الأقصى الإسرائيلي الأمريكية في نظرها لا تخدم إلا المخططات الإسرائيلية أمام هذه القناعات بات التأني في رد الفعل مقابل السلامة خياراً مرفوضاً جملة وتفصيلة لدى هذا الفصيل وأي استفزاز لمشاعر شارع متأججة بالأساس يمكن أن يضاهي إعلاناً إسرائيلياً كهذا لقد اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو سحب الإقامة من نحو مئة ألف من المقدسيين الذين بقوا شرق جدار الفصل اختار الرجل إعلان نواياه هاته الآن وليس لاحقاً فاقترح في ذروة الهبة الفلسطينية ما وصف بالتطهير العرقي السارخ في حق الفلسطينيين الموقف الشعبي الفلسطيني تماهى مع الرسمي فالرئيس الفلسطيني محمود عباس يعد قريباً لرفع جرائم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيذهب الرجل إلى هناك ومعه ملف مفصل يوثق جرائم إسرائيلية منها عمليات الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال الأسبوعين الماضيين وإلى أن يحين موعد لاهاي لا تتوقف لقاءات عباس بقادة أوروبا تحديداً لقاءات يراهن عبرها الرجل على دعم أوروبي أكبر على منوال التحرك الفرنسي الذي قدم مشروعاً لمجلس الأمن دعم أصبح واضحاً أن واشنطن وفي دور الراعي للقضية لن تقدم منه شيئاً فيكرر عباس بلا كلل على مسامع أوروبا ما قيل كثيراً من قبل وهو أن إسرائيل بجورها وإفراغها لكل الاتفاقات من مضامينها لا تدع مجالاً لشيء اسمه مفاوضة السلام اشتركوا في القناة